اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات اكسفورد ديسكوفر لجريد 5 هنا عندي كلمة دايورس يعني متنوع ايدانتيفاي ايدانتيفاي يتعرف على او يحدد حاجة تراكر جاي من كلمة تراك اللي هي بيمشي على حاجة او ورا حاجة فهنا تراكر يعني متعاقب او متتبع بيمشي ورا حاجة بروتكت طبعا اللي هي يحمي ناتشوليست ناتشوليست جاي من كلمة نيتشر فهنا ناتشوليست اللي هو عالم الطبيعة اللي بيدرس الحاجات اللي في الطبيعة بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الحفاظ على شيء preservation هو حفظ inspire يعني يلهم يعني يدي حد فكرة يحيلوا بفكرة انه يعمل حاجة population اللي هو عدد السكان reserve يعني محمية محمية طبعية مكان بيعيش في الحيوانات فأمان من غير محد يؤذيهم تعالوا نقرى الاكزامبلز مع بعض wildlife in the mountains is diverse there are many kinds of animals المكان ده الحياة البرية اللي في الجبال متنوعة لان فيه حيوانات كتيرة موجودة هناك انواع كتيرة من الحيوانات number two can you identify the animal in this picture تقدر تتعرف على الانيمال في الصورة دي طبعاً gorilla number three a tracker is trained to find animals التراكر اللي هو المتتبع بيكون متدرب كويس ان هو يلاقي الحيوانات ازاي number four we need to protect our forests so animals can survive there محتاجين ان احنا نحمي الغابات بتاعتنا علشان الحيوانات تقدر تعيش فيها بامان number five naturalists study living things علماء الطبيعة بيدرسوا الكائنات الحية number six poaching is illegal a poacher kills animals الصيد الجائر ده غير شرعي والصياد اللي هو البواتشر بيقتل الحيوانات number seven when a habitat is damaged animals can't live there لو الموطن او المسكن او المكان اللي بيعيش في الحيوانات متدمر خالص او تالف خالص بايز الحيوانات مش تقدر تعيش فيه number eight conservation of animals habitats is important for their survival الحفاظ على الاماكن اللي بتعيش فيها الحيوانات دي حاجة مهم علشان يقدروا يعيشوا هناك number nine sanctuaries help the preservation of endangered animals احنا قولنا sanctuary المرة اللي فاتت في unit one اللي هي زي محمية طبيعية او مكان امن الحيوانات تعيش فيه فالsanctuaries بتساعد على حفظ ايه الحيوانات اللي هي مهددة بالانقراض number ten the beauty of the mountains often inspires artists to paint جمال الطبيعة جمال شكل الجبال الطبيعية بيلهم الفنانين ان هما يرسموا ممكن يديهم فكرة ان هما يرسموا number eleven the population of mountain gorillas has recently gone down عدد سكان ال gorillas اللي بيعيشوا في الجبال بدأ يقل number twelve animals that are endangered sometimes live in a reserve لو في حيوانات مهددة بالانقراض ساعد بتعيش في المحميات الطبيعية نشوف السؤال اللي بعد كده هنا بيقول write each word in the correct column preservation protect tracker conservation identify naturalist and inspire عايزني اقسمهم على حسب people's jobs good ideas او actions people's jobs يعني دي شغلانتهم الوظيفة بتاعتهم هنا ايه الوظيفة اللي ممكن تنفع احطها مع people's jobs عندي هنا tracker اللي هو المتتبع وعندي naturalist اللي هو عالم الطبيعة good ideas اللي هو الافكار الكويسة ممكن تكون ايه ممكن تكون preservation ممكن تكون conservation لو عندي هنا actions اللي هي الverbs حاجات بتحصل يبقى protect identify and inspire تعالوا بقى نفكر مع بعض في السؤال ده letter c يقول work with your partner to complete the sentences هنا عندي في الباكس diverse population damaged reserve number one the number of animals in a group is the عدد الحيوانات اللي موجودة في جروب بيكون بنسمي ايه population تمام number two when a habitat is animals can't live there لو الhabitat المكان اللي بيعيشوا فيه حصلوا ايه مش هيقدروا يعيشوا في المكان ده تاني طبعا لو حاجة بايضة يبقى تلفة damaged number three a is a place for endangered animals to be safe لو عايزين نحط الحيوانات اللي هي مهنددة بالانقراض في مكان ايمن المكان ده اسمه reserve bravo number four there are lots of species here في فصائل كتيرة هنا there's a group تعالوا ما فيه حاجات متنوعة كتيرة يبقى there's a diverse group يعني مجموعة متنوعة كده خلصنا الفوكابلوري هنشرح كل مرة في فيديو جديد جزء من اليونت هسبلكو الworkbook في الdescription box عشان تنزلوه وتحلوه على الفوكابلوري دي ما تنسوش تعملو شير وسبسكرايب للفيديو واستنوني في حلقة جديدة